حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث بن سعد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا داود بن عبد الله الجعفري عن عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي بن أبي طارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمفحص خطا أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حمياد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم بعد كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر بن الخطار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حماد بن سلم عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبن النجار وكان فيه نخل ومقابر للمشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني به قالوا لا نأخذ له ثمنا أبدا قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو همام الدلال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عمر بن عثمان حدثنا موشى بن أعين حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عمر بن يحيا عن أبيه وحمد بن سلمة عن عمر بن يحيا عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيا بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبر وفوق الكعبة حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو صالح حدثني ليس حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا محمد بن حمير حدثنا زيد بن جبيرة الأنصر عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ ثوقا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشل الأشعار في المساجد حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارس بن نبهان حدثنا عطبة بن يقضان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صديانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخطوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلسيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم هاهنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد قال فقلنا بل ننطلق إلى المسجد حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا محمد بن عبيد وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرن الغفاري قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم الأرض لك مصلى فصل حيثما أدركتك الصلاة حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع العنصري وكان قد عقن مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم عن عتبان بن مالك السالمي وكان إمام قومه بن سالم وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بينه وبين مفتد قومي ويشق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل قال أفعل فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم حدثنا يحيى بن الفضل المقري حدثنا أبو عامر حدثنا حماد بن سلم عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه وذلك بعدما عمله فجاء ففعل حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه قال فأتا وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه قال أبو عبد الله بن ماجك الفحل هو الحصير الذي قد سوت حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون حدثنا محمد بن صالح المدني حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخطير قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذن من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن سعير أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطير حدثنا رزق الله بن موسى حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطير حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما أصبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه نسامة في جدار المسجد فتناول حصاتا تحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى حدثنا محمد بن طريف حدثنا عائد بن حبيب عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رآ نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى حمر وجهه فجاءت ممرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له حدثنا يا محمد بن رمح أنبأنا بن لهيعة وحدثنا أبو كريب حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جبده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن القاد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني أخبرني أبي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وعبد الوهاب بن الطحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الطحاك بن عثمان حدثني سعيد المخبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم عصمني من الشيطان الرجيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخضري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنة قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء عند المكارث وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولا عمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهدى بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا الفطل بن الموفق أبو الجهم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت ابتقاء ثقك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه الوجه واستغفر له سبعون ألف ملك حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن سمي المولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاءون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي حدثنا ذهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاءون في الظلم بنور تام من يوم القيامة حدثنا مجزأة بن سفيان بن أسيد مولى ثابت البناني حدثنا سليمان بن داود الصائر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا حدثنا أحمد بن عبده حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض فقال والله ما أحب أن بيتي بطنوب بيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال أرادت بن سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقام حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سناك عن أكرم عن ابن عباس قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتوب ما قدموا وآثارهم قال فتبدوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزءا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخضرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته خمسا وعشرين درجة حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صليات الرجل وحده بـ 27 درجة حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا يونث بن أبي إسحاق عن أبي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صليات الرجل وحده 24 أو 25 درجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد من رصة قال هل تسمع النداء قلت نعم قال ما أجد لك رصة حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذره حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكر بن ميناء أخبرني ابن عباس وابن عمر أنه ما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين حدثنا عثمان بن إسماعيل الهدلي الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئ عن الزبرقان بن عمر الضمري عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عيسى بن طلحة حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبشه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر بن سميل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواتيه وبالسماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمر بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا